منذ إعلان الاستقلال عام 1946 في أول مقر لمجلس الأمة مرت المملكة بمراحل تطوير سياسي حملت تفاصيل ومؤثرات داخلية وخارجية ومخاضات عاصرتها جيال من السياسيين ورجالات الوطن وثقوها بأشكال تليق بهذا الإرث إلى التفاصيل سبعة وسبعون عاما على الاستقلال ومئوية ثانية من عمر الدولة الأردنية دخلها الأردن بإصلاحات سياسية حازمة فكيف كان التطور السياسي في المملكة منذ الاستقلال وحتى اليوم في هذا المبنى البسيط في معماره الثري بكنوزه السياسية والتشريعية أعلن الملك المؤسس استقلال الأردن مملكة ناجزة اليوم ينتصب متحفا يروي مسارات برلمانات وولادة تشريعات شاهدا على مفاصل تاريخية ومنعطفات مصيرية رسخت الأردن ركنا في جيوسياسية المنطقة بدءا من تتويج الملك طلال ثم الحسين بن طلال وتشكيل أول حكومة حزبية برلمانية يحتوي هذا المتحف أيضا زوايا استعادية عن أول تمثيل أردني في مجلس المبعوثين العثمانيين مرورا بالثورة العربية الكبرى وتأسيس إمارة شرق الأردن وأعلان استقلال المملكة عام 1946 على امتداد أربع ممالك هاشمية في ثلاثين عام استخدم هذا المبنى لاجتماعات المجلس التشريعي مطلع الأربعينيات ثم مجلسا للأمة بين عامي 1947 و 1978 استمرت المجالس التشريعية لم تنقطع إلا بعد فترة إعلان الأحكام العرفية عام 1967 وعملنا بعد ذلك على موضوع المجلس الوطني الاستشاري ليس بديلا للبرلمان ولكن لسد الفراغ الدستوري عام 1989 تنفس الأردنيون الصعداء بعد أن أمر المغفور له الحسين بن طلال بعقد انتخابات برلمانية للمجلس النيابي الحادي عشر وفقا للنظام القائمة المفتوحة وكان عدد أعضاء مجلس النواب حينها ثمانين نائبا تم في ذلك الوقت تجميد العمل بالأحكام العرفية ألغيت أوامر الدفاع في عام 1992 في حكومة المغفور له الأمير شاكر بن زيد وتم عمل قانون أحزاب رقم 32 لعام 1992 وحتى بدء العمل بتوجيهات ملكية بتنظيم أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 لم تخل تلك السنوات من تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخاب وشق مسارات نحو تمكين ديمقراطية وسط عواصف دولية وإقليمية فكان لكل العالم شهادته بثبات الأردنيين وإرادتهم الحرة تدرج أمر منطقي وعقلاني ولكن أيضاً هذا التدرج يحتاج إلى صدق في النوايا أو إلى تطبيق عملي وعدم تراجع أبداً على هذا الموضوع وهو ما يجب أن نحرص عليه جميعاً تاريخ سياسي وحزبي طويل سطره الأردنيون في المئوية الأولى ليدخل مئويته الثانية بعزم النية على تفعيل دور الشباب والمرأة في دولة تؤكد كما كانت أن سيادة الدستور والقانون مهمة مقدسة وواجب وطني رامي العيسى رؤية